العاهل المغربي محمد السادس سيلقي خطابا في ذكرى المسيرة الخضراء سيتطرق فيه للوضع في الصحراء الغربية والعلاقات الجزائرية المغربية حول خطاب الملك معنا من الرباط مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني عبد المنعم خطاب إذن متوقع غدا للعاهل المغربي ككل سنة سيتطرق حتما لموضوع الصحراء الغربية السؤال أي نكهة متوقعة لهذا الخطاب في ظل الأزمة الحالية بين المغرب والجزائر نعم فيروز هو الخطاب الذي سيقيه الملك محمد السادس غدا الأربعاء في حدود الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد تقليدا للذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء التي تمت سنة 75 وبدأ على إثرها مشكل الصحراء الغربية ككل سنة الخطاب المسيرة يتعرض لآخر تطورات بلف قضية الصحراء وهذه السنة السياق الذي يأتي فيه هذا الخطاب سياق خاص خاصة بعد التوتر الأخير الذي عرفته العلاقة بين المغرب والجزائر والتي استدعى على إثرها المغرب سفيره من أجل التشاور هذا التوتر يبدو أنه في طريقه إلى نحو حل ما بعد اللقاء أو المصافحة الحارة التي وصفت بالحارة بين وزير الخارجي المغربي صلاح الدين مزوار ونظيره الجزائري رمطان العمامرة في الاجتماع الأممي حول دول الساحل الذي انعقد اليوم في باماكو المالية من المتوقع طبعا يصعب التنبؤ بما سيقوله العين المغرب ولكن على ضوء خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في الشهر الماضي هنا في الرباط عندما تعرض لموضوع الصحراء الغربية قال بأن الملف بأن الوضع حرج وأن الملف لم يحسن بعد ودعا إلى تعبئة ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الموازية عفوا لمواجهة ما يسمى أو ما يصطلح عليه في المغرب بخصوم الوحدة الترابية وطبعا الإشارة في ذلك الخطاب واضحة للجزائر التي يقول المغرب إنها تدعمه البوليساريو ومن هنا جاء موضوع التوتر الأخير بعد الرسالة التي وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لاجتماع أبو جاء بخصوص دائما موضوع الصحراء الغربية ودعا فيها إلى تفعيل آلية لمراقبة حقوق الإنسان أو لجعل مهمة المينورسو مهمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية تهتم أيضا بموضوع حقوق الإنسان وهذا الأمر طبعا كان المغرب دائما يرفضه ويقول بأن مهمة المينورسو محددة في وقف إطلاق النار والإشراف في فترة ما أو عندما يتم الاتفاق حول حل سياسي ومتفق عليه بين أطراف النزاع للوصول إلى حل لقضية الصحراء الغربية أشكرك جزيل شكرا عبد المنعم العمراني مراسلنا كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا شكرا